أنهشه الجوع والعوز فأقدم على الانتحار بالبنزين حرق عمر نفسه مع أطفاله الاثنين بسبب ظنك الحال وأمه تنوح على فقدان ولدها وأحفادها وعائلته لم تستفق من هول الصدمة بعد والقصة الكاملة على لسانهم كالتالي حوالك نفسه وجهاله من نوع العوز وما عدي بنش هذا بنشه وما عدي النوبان جاء ترك ضمن البيئة طبعت عليه طبعت عليه لقيته محترك ووجههاله ماكلته من ناق هذا البازين لاعب بهم لعب وخوي مواليد 98 وواحد 4 سنين وواحد 3 سنين حالي بالضيب بالضيب هل شيء حالي ها؟ بالضيب هل حالي 3 راح حالي 3 راح حالي 3 3 جلال بيت بلا سقف وجدران لم تكسى وأجهزة منزلية متهلكة بسيطة هنا كان يعيش عمر مع عائلته يعمل بجمع القواطي كما تسمى لكنه لم يستطع توفير لقمة العيش وحال عائلته لا يختلف كثيرا عن حاله كما يقولون ويؤكدون أنه لم يكن متعاطيا أو مخمورا هو بالنسبة لي لم قواطي لم قواطي يحصل الخمسة آلاف ستة آلاف ثلاثة للبنزينات وعنده اثنين يبسون حفاظات تكرمون هذا الوضع؟ هذا الوضع نفس الرملات ونفس القاعدة وهذه قاعدة نعمة صورت كافي لك الله ومال الله نحن أهل ونعرف تربيته وإخلاقه ونعرف اسلوبه وصار الوضع اللي صار عليه بسبب الحالة المعيشية لا الرجل لا يكبسل ولا نار قيله ولا يدخن ولد عمر طفلين آخرين لكنهما كانا مع زوجته عند أهلها ليرحل عمر مع طفليه بسبب الفقر والجوع وقلة فرص العمل التي جعلت الشباب يقدمون على أفعال لا تلقى تأهيدا من أحد من العاصمة بغداد بدر الركابي التغيير